وفاة حفيد علي القصار في حديث الدهس سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الأعزاء شهدت محافظة البحيرة جريمة مروعة حيث كتل حفيد فنان شهير دهسا على يد رجل أعمال أمام أولاده والمرة وتلقت السلطات الأمنية بلاغا بوقوع جريمة في قرية أم صابر التابعة لمركز شرطة بدر دانوب محافظة البحيرة ومصرع شخص دهسا بسيارة رجل أعمال من نفس القرية تبين أن نجل أحد رجال الأعمال اعتدى قيادة سيارته بسرعة جنونية داخل القرية وعتبه عمر فاروق القصار حفيد الفنان المصري الشهير علي القصار وطلبه بالتوقف عن ذلك في حين كشفت التحريات أن نجل رجل الأعمال استشاط غضبا من معتبة حفيد الفنان فاستعان بوالده الذي قرر الانتئام لنجله بطريقة مرعبة وأضفت التحريات أن رجل الأعمال استحب نجله وصديقه وتوجه جميعا لحفيد الفنان ودهسوه بسيارتهم ثلاثة مرات أمام منزله وجران وأولاده مما نتج عنه وفاته في الحال وتم القبض على المتهمين وقررت جهات التحقيق بمحافظة البحيرة حبسهم أربع أيام على زمة التحقيقات تمهيدا لأحالتهم للمحكمة حسبنا الله ونعم الوكيل وكشف الفنان كريم القصار حفيد الفنان علي القصار حقيقة ما تدوله بشأن وفاة أحد أفراد العائلة دهسا بالسيارة وقال كريم القصار أن الشخص اسمه عمر رضا علي خليل سالم وهو ينتمي لعائلة القصار من محافظة البحيرة وأضاف كريم القصار هو فعلا من العائلة وحفيد علي القصار ولكنه ليس حفيد من الدرجة الأولى ومن هنا قررت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة حبس تاجر ونجله أربعة أيام على زمة التحقيقات بتهم الدهس شخص بسيارة ومسرعه إن لله وإن إليه رجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ننتقل من كل ظالم اللهم أمين أعزائي المتابعين وكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته